نخلي كون موضوعين أولا السيد المالكي اختار المشهداني من أيام التحالف الثلاثي من سوى انتخاب رئيس مجلس تواق بالتالي ما تغير بقى مع المشهداني اليوم هذه تسجل أمام قوة أخرى كل يوم الهراي شيروا يشطوها غراءات لكن هذا الموقف الذي سجله السيد المالكي له ما يبرر من دوافع شخصية وليس دوافع وطنية لأنه المشهداني في هذا ليس هو الأكفاء لهذا المنصب في قضية في تجيل مواقف هاي رؤية هاي رؤية ورؤية أخرى تقول يعني أنا دعشي لك قناعة الشخصية بين ما بين الله أنا مقتنع أن المشهداني بعيد جدا عن الشد الطائفي وهذا ما نحتاجه هذا ما نحتاجه أنا ما أحتاج بالحراق يكون شخصية أجهد عمه وكبره ذاك لي ومصيح لي الموصل الموصل لأهلها السنة ما كيش منطق بالعراق ما حاشبوا شلو نبدي العراق نحن نتحامل بهذا المنطق ماشي ماشي يا دكتور خالد خليلي لا ما يعاسبوا المصالح أقوى المصالح أقوى فدوة والله يا دكتور خالد والله لو هناك حق لكان بالقضاء قانونا أن يجرم الحكم بالمؤبد أن تهمس همسا بالطائفية والله لحكمك بالسجن المؤبد همسا هي تبسكون أسمعك أنا تقول سني أو تقول شيعي أو تؤجز الخطاب الطائفي أو تشتر الخلاف التاريخي والله لسحلك لسحلك ووديك للقضاء وهاي دعوة للسيد طائق زيدان وللقضاء همسا همسا وهي من رغصة أستاذ نغريري من رغصة أستاذ نغريري للآن الآن قانون العفو العام بالله عليك ليش الآن ليش الآن لأنه ما نصرع اختيار رئيس برلمان ليش الآن للآن للآن بهاي الأزمة العراقية وتلقى النفس الطائفي يتحكم بالمواقف يصورون دردون مكون والله يا أستاذ طالد تسمح أنت ويسمح العراقيون جميعا كل من يريد أن يعمل بالخلاف الطائفي وبالخلاف المذهبي والاشترار التاريخي وأخذ المجتمع في دوامات مفرغة لا أساس لها هم ليسوا أولاد حلال اللي يقبلها يقبلها والما يقبلها رقع راسب الحائط نحن بحاجة إلى عراق الموحد جدا مطبولة السنة شرف والشياء شرف والعراب شرف والأقراد شرف والعراق يقبلها ومن لا يقبل بالشرف يشوف لمكان يمدن الأردستات والعواهر اللي سويتهم سطوة بالبلد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر